هناك بعض من التخوفات بالنسبة لكثير من المتابعين للشأن التركي على مسألة فوز أردوغان هل سيكون الفوز مريحا من الجولة الأولى كما حدث في الأعوام الماضية والانتخابات الماضية بالمناسبة أردوغان فاز على محرم إنجا بمنتهى سهولة ومن الجولة الأولى وتخطى حجز 50% وكانت انتخابات مريحة للغاية نفس الكلام حدث في انتخابات عام 2014 ونزل كمال كليتشدار وغلو وتفوق عليها أردوغان بأريحية من الجولة الأولى لكن وقتها كان هناك نجاح اقتصادي مبهر إلا أننا نشاهد الآن صعوبات معوقات ارتفاع أسعار إيجارات المنازل تضخم كبير للغاية معاناة للمواطنين الأتراك وباء الكورونا حرب روسيا أوكرانيا زلزال مدمر إذن تحديات كبيرة لذلك هناك بعض التخوفات إلا أن هناك بعض من أنواع الطمانينة تتمثل في أن هناك ثقة كبيرة اكتسبها الرئيس أردوغان عبر مدار كل تلك السنوات الماضية الرئيس أردوغان يقود تركيا منذ عام 2002 حينما صعد للحكم وأصبح رئيسا للوزراء وهو يقوم بنجاحات تلو النجاحات فيما يتعلق بتركيا ونقلها نقلة حضارية ونوعية فيما يتعلق بالمنشآت فيما يتعلق بالطرق فيما يتعلق أيضا بالقضايا الخارجية والملفات الإقليمية والدولية هذا الأمر يمنح ثقة للمواطنين الأتراك خاصة مع حديث البعض عن أنه لا يود التجريب لا يود أن يجعل تركيا عرضة لتجارب الآخرين نتحدث هنا عن أنه في خضم هذه الأوضاع الاقتصادية وفي خضم تلك الشائعات المنتشرة والحروب الاقتصادية والفتن التي تستهدف المواطنين الأتراك والإدعاءات البطلة والكاذبة بحق السوريين رأينا موقفا من قبل الشعب التركي في انتخابات البلدية وخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات رئاسة البلدية في مدينة إسطنبول وفي مدينة أنقرة وفي مدينة إزمير هذا فيما يتعلق برجال حزب العدالة والتنمية كانت المؤشرات تشير إلى انخفاض شعبية الحزب بعض الشيء في هذه الأعوام مقارنة بالأعوام السابقة إلا أنهم يتحدثون عن ثقة لدى المواطن التركي في الرئيس أردوغان هذا الأمر ألمح إليه رئيس أردوغان حتى في الخطاب الأخير ووجه كلمات شديدة وحادة لرجال حزب العدالة والتنمية وطلبهم ببزل مزيد من الجهد وطلبهم بعدم فعل أي من الأمور أو الشبهات التي تحوم حولها الفساد وأن الوطن في حاجة مسة لهم لذلك حتى الآن أردوغان هو من يترأس حزب العدالة والتنمية كي يكون ملما بكل الأمور لذلك التحدي كبير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون في وقت واحد نعم أردوغان حول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي الآن هو من يقود الدفة لكن أيضا هو بحاجة مسة عفوا بحاجة مسة لوجود رجال أقوية مخلصين لدولة التركية وهذا ما نعهده على مدار كل تلك السنوات الماضية من أردوغان ومن رجال أردوغان ومن حزب العدالة والتنمية في المعظم وفي الأغلبية قطعا لا نتحدث عن ملائكة نتحدث عن بشر بالقطع هناك أغلبية صالحة وبالقطع أيضا ستكون هناك أقلية وإن كانت بعض الشيء يعني هناك علامات استفهام حول أدائها من قبل الشعب التركي لكن الرئيس أردوغان يتحدث عن ضرورة فلترة أو تطهير من داخل حزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة من أجل معاونة هذا الشعب الذي يمنح الثقة منذ عام 2002 لرئيس أردوغان ولحزب أردوغان الأكبر أو العدالة والتنمية طيب دعونا نلقي نظرح على الصورة التالية التي لدينا شكرا